نهارده نادي الزمالك ببراعة وروعة وإسرار وإخلاص فاز ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للموسم الثالث على التوالي على حساب النادي الأهلي في مباراة أو ثلاث مباريات عظيمة جد الثلاث مباريات خلصوا ثلاثة اتنين الثلاث مباريات يعني الزمالك كسم مطش القليل كسم مطش بكالة أو مطش فاصل فبقت النتيجة لصالح الزمالك في البست أوف سري والزمالك اللي خاد البطولة بس كل المباريات التلاثة دول خلصوا في الأشواء الثلاثة اتنين مباريات في منتهى الإسارة الزمالك في غيام محترفي الزمالك في تغيير أجهزة فنية الزمالك في ظروف صعبة جدا على مستوى الكرة الطائرة قدر يفوز بالدوري والكاس يستحق نادي الزمالك كل التحية جهاز فني ولعبين وبالتأكيد إدارة كل منظومة نادي الزمالك في نجاح الكرة الطائرة تستحق التحية تحس إن اللعيبة عندها إرادة مش طبعية جهاز فني محترم جدا كان فيه جهاز فني قابليه كانت قال إنه هو ما كانتش مبسوط وكانت شايف إنه مشي من الزمالك عشان الفريق لن يستطع الفوز بأي بطولات بشكله الحالي ورغم كده الزمالك قدر يكسب دوري وكاس دي تاني مرة الزمالك ياخد فيها صناية الدوري والكاس معا وشيء رائع جدا يستحق الزمالك حقيقي كل التحية كلهم نجوم كل لعبي الكرة الطائرة في نادي الزمالك نجوم ورائعين جدا ألف مليون مبروك لنادي الزمالك طيب